اهلا بكم من جديد اخطوث ما معرض الكتاب العربي الدولي في اسطنبول بنسخته السادسة بعد تسعة أيام استقبل فيها آلاف الزوار وحقق أرقاما غير متوقعة بالنسبة للقائمين عليه بحسب ما علماء بتلفزيون سوريا في حين تباينت آراء المشتركين والزوار بخصوص الإقبال والتنوع والفعاليات التي شهدها المعرض نتابع اليوم هو ختام معرض اسطنبول للكتاب العربي الدولي بنسخته السادسة فجينا بالحضور الكبير للزوار الذين توقعوا أنه وصل إلى قرابة 120 ألف شخص بحدود مساء اليوم قمنا خلال المعرض بتحليل بيانات الحضور وكتلهم واكتشفنا أن المعرض يعد أكبر تجمع ثقافيا للجاليات العربية في اسطنبول لم يكن مجرد معرض للكتاب بل كان ملتقا للأطفال واليافعين مع الكتاب العربي نحن كان مشاركتنا بالنشاطات مع فريق التغيير النشاطات هي نشاطات الأطفال لأن أصلاً نحن أكثر شغلنا مع الأطفال بأساس العمل مع دورات القرآن الكريم لكن هذا ما بيكفي طبعاً للطفل بيلزموا الدعم النفسي والدعم الاجتماعي ما شاء الله المعرض كان كثير هذه السنة قوي بعد كورونا والإقبال كثير ما شاء الله بشكل واسع كثير للناس عم تجي بصراحة معرض كثير حلو أهم شغلي أنه ذكرني بالشام والمعرض اللي بالشام اللي كان وأهلا شغلي فيه القصص للأطفال والشغلات التعليمية نفتعد لهذا الشيء هنا نحن بتركيا والكتب المتروعة الحمد لله بدي رواية دغري لقيتها والأسعار يعني معتدلة لأتغالية ولا رخيصة يعني عادي المعرض فيه مكاتب كثيرة والكتب الموجودة يعني للأسف معظمها كلها كتب إسلامية التنوع مش كثير في الأنواع الكتب المكتبات كثيرة لكن التنوع في الأنواع الكتب الموجودة مش كثير الأسعار أظن للفترة دي شوية مرتفعة لكن شترينا كام كتب مبسطين جينا مشان نشتري كتب ونثلة اليوم شو شتريت كتابين ولعبنا عند الأولاد شترينا كتابين ولعبنا عند الأولاد رسمت على وشي وأخذت بالون ولعبت لعبت لكاسات يعني بقدر يشتري كتاب وبقدر يجرب بكل شي يعني بس قام الدكتور عبد المنعم زين الدين بتوقيع كتابها ثورة سورية في أحد فعاليات معرض الكتاب العربي الدولي في اسطنبول والذي شارك فيه تلفزيون سوريا على مدار أيام المعرض المستمرة لتسعة أيام نعم وقال الكاتب لتلفزيون سوريا إن كتابه يعد أول كتاب يوثق مراحل الثورة بشكل علمي أكاديمي بعيدا عن العاطفة بالنسبة لكتاب الثورة السورية ملحمة العصر ودرب النصر بيعني لي قضية عايشتها على الأرض هو يضيف للقارئ السوري وأيضا للقارئ العربي عموما فكرة صحيحة عن الثورة السورية حاول النظام أن يصف هذه الثورة بأنها حرب أهلية أو أنها حرب ضد الإرهاب أو أنها حرب بين معارضة وحكومة شرعية في هذا الكتاب فندت بالأدلة بالوقائع بالبراهين أنها ثورة شعب كيف انطلقت ما هي أسبابها ما هي مبرراتها كيف تحولت إلى المسلح تحت الضرورة والدفاع عن المدنيين في المقابل أوثقت كيف ارتكب النظام وحلفائه المجازر بالأرقام بالأماكن بالشواهد المراجع التي اعتمدت عليها غالبا الإحصائيات الموجودة لدى مراكز الأبحاث والمنظمات أما بقية الأحداث فهي من الأحداث المعروفة التي عايشتها أنا شخصيا لم يكن هناك مراجع لأن أول كتاب يكتب في الثورة من ناحية البحثية العلمية الكتاب لم يعتمد لأسلوب الإنشائي أو العاطفي أو الروائي لم أتحدث عن يوميات حصلت معي إنما تحدثت عن وقائع مثبته أرقام موثقة تواريخ دقيقة وبالتالي هو مرجع حقيقي خاصة أنني أنا أتحدث وأنا ابن الواقع الذي عايشته خلال هذه السنوات منذ أول يوم في الثورة إلى الآن وحقق كتاب آلام وأحلام للكاتب السوري ماجد عبد النور نجاحا كبيرا في الداخل السوري والخارج وقد شارك كتابه في معرض إسطنبول الكتاب عبارة عن مذكرات وقصص عايشها ماجد في سنين الثورة وتناول قضايا حلم السوريين في الثورة وألامهم في الحرب والتهجير أشجع كل شخص على البدء بالكتابة سواء كانوا شبابا أو شيابا فالوقت يمضي والعمر قصير والموت يحيط بنا من كل جانب والنظام المجرم يكتب التاريخ على هواه لا نريد أن نصح يوما على أن نجد أنفسنا في صفحات التاريخ وقد كتبنا في عداد الإرهابيين كتاب أحلام وألام هو كتاب يتألف من عشر قصص طبعا هذه القصص أنا اخترتها بنفسي لأني رأيت فيها أنها شكلت نقطة تحول بين مرحلي وأخرى من العشر سنوات التي مضت انتقيت فيها محطات رئيسية تحدثت فيها عن الحلم حلم السوريين بالثورة وانتقلت إلى الحرب وأهوار الحرب ومآسي هذه الحرب وتكلمت في بعض القصص عن معركة ارتيان الشهيرة أيضا داخل هذه الحرب تطرقت إلى تنظيم داعش وأيضا تحدثت عن إحدى المعارك المهمة مع هذا التنظيم وكيف أثر هذا التنظيم في بنية المجتمع السوري وكيف جعل الأخ يقتتل مع أخيه والأب مع ابنه وأخيه أما في المحور الثالث كان محور التهجير وتحدثت فيه عن لحظات مؤلمة من التهجير الذي عشناه ومآسي المخيمات ودخلت إلى عمق المخيمات وصورت بطريقة أدبية معاناة هؤلاء الناس داخل الخيام ولكن بالمحصل الكتاب يتضمن ثلاث فقرات الحلم الحرب والتهجير هذه القصص أنا اخترتها كبداية وانطلاقة لقصص أخرى ستتلوها إن شاء الله سأدخل أكثر فأكثر في عمق التوثيق لمحطات كثيرة عشناه في هذه الثورة هناك محطات بارزة حاليا الكتاب مشارك في معرض اسطنبول وأنا سعيد جدا كون الكتاب يشارك في أكبر المعارض تقريبا في الشرق الأوسط معرض اسطنبول الدولي والشكر طبعا لدار الملتقى التي ساعدتني كثيرا في موضوع طباعة هذا الكتاب ونشره الهدف الأساسي هو أن نبدأ نحن السوريون جميعا ونشجع أنفسنا على بدء كتابة تاريخ هذه الثورة ونسد الطريق على أعداء هذه الثورة ليكتبوا الرواية كما يشاهدونها هم أو كما هم يريدونها حلوة فكرة الزرعة مثل ما شفنا حاطة بقالب بإطار بإطار من السيارات مشاهدين انتقى تلفزيون سوريا بأشعر سوري أنس الادغين في معرض اسطنبولي الكتاب العربي وسألنا عن آخر إصداراته ودوابينه المنشورة ورأيه بالمعرى تفسد سكرا من الحجاز والمجالس بعض الكتب المنشورة في معرض الكتاب حيث احتفى القراء بكتاب المجالس الذي كان آخر إصدارات الشاعر ستكون لنا واقفة أطول مع أنس الادغين للحديث عن محتوى كتبه ولكن بعد هذا العرض الحقيقة نحن نتحدث عن معرض الكتاب بعد انقطاع داما لسنتين بفعل كورونا ونتيجة كورونا الإقبال جميل جداً نحن كنا تواقين ومشتاقين لهذا المعرض الدور النشر السورية لها حضورها المكتبات السورية منتشرة أنا لعدة إصدارات في المكتبات السورية هنا ودور النشر في دواويني لا تتمحور حول توجه معين يعني في عيني ولكن هي متنوعة ففي ديوان الجودي هناك قصائد المديح النبوي هناك ما كتبته في حب الوطن هناك ما وجهته إلى طلاب الحرية في هذا العالم هناك ما وجهته إلى القابضين على الجمر في زحمة هذا العصر الذي نعيشه فقصائدي تتنوع بين هذه المواضيع طبعاً أنا صدر لي في أول أيام المعرض كتاب المجالس وهو إن شاء الله كتاب يعني مقدم بطريقة جديدة ومبتكرة بإذن الله ولكن عمل القادم هو رواية فلاسفة في الزنزانة 25 إن شاء الله تصدر قريباً بإذن الله هو الحقيقة أجمل الحب ما جاء في الحرب لذلك نحن نكتب عن هذه الحرب ولهذه الحرب نكتب لإنسانها ولكن لا بد أن نتعرض وأن يتعرض لنا الحب فكتاباتي لا تخلوا أبداً من الكتابة وإن غلب عليها الطابع الثوري والطابع الوطني أرحب بشعر الذي معنا في الاستوديو أنس لدغيم أهلاً بك سيد أنس بداية أهلاً بك أهلاً وتحياتي لكم يعني أكيد الرحمة لأهلين الذين قضوا بمجزرة أريحة يوم أمس رحم الله الشهداء أنت كشعر مثل هذه الأمور كيف تعبر عنها طبعاً تتالت المجازر أنا دائماً أنظر إلى الشهداء على أنهم هم الرابحون هم الأشجار التي نستظل بظلها ونحن على طريقنا إلى الحرية إني أنا البحر والربان من ركبوا سيولدون غداً أو يكبرون غداً سيزرعون بأرض الشام غيمتهم ويقرؤون وجوه السادة الشهداء ويقرؤون هنا كانوا هنا هتفوا هنا أريقوا دماً كي يزهروا برده لا شيء يشبه موتاً باذخاً عطراً لا شيء يقلق طاغوتاً كأن تلده هذه السلاسل لم يضرب لها زرد لو كان في الأرض من لا يقبل الزرد والله ما حمد المولى بمثل دم يراقوا حتى ترى حراً ولا عبدة جميل سلمة تم أستاذ أنس نتكلم عن البدايات درست بداية بكلية الهندسة ثم انتقلت إلى كلية الصيدلة تخرجت منها يعني رغم حبك للشعر والأدب العربي لماذا لم تنهج وتدرس الأدب أو الأدب بشكل عام؟ طبعاً حتى الدراسة وكتابة الشعر أعتقد أنهما مساران منفصلة يعني كثيرون من الذين درسوا الاختصاصات العلمية أبدعوا بالشعر وأبدعوا بالرواية وأبدعوا بالأدب والأمثلة كثيرة حتى من الأدباء السوريين الذين نعرفهم كالشعر عمر أبي أبو ريشا الذي درس الكيميا مثلاً لا أعتقد أنه يلتقي الاختصاص الأدب أو الدراسة الأكاديمية مع الموهبة والشعر كما تعلمون هو موهبة وإن كانت تسقل بالممارسة وتنمى بالقراءة إلى ما هناك جميل بما أنك ذكرت الشعر عمر أبو ريشا من هم الشعراء الذين تأثرت بهم؟ كثيرون حقيقة أنا تأثرت جداً بمحمد أقبال شاعر الإسلام وفيلسوف الشرق هذا الإنسان الفريد تأثرت بأحمد شوقي أتكلم طبعاً عن الشعراء القريبين من عهدنا وبعمر أبي ريشا وببدوي الجبل فهؤلاء قرأت لهم وبالجواهر أيضاً وإن كنت أتأثر بكل ما هو جميل يعني لا يشترط أن أصطبغ بصبغة الشاعر نفسها الذي أقرأ له فأنا أيضاً قرأت كل ما كتب نزار قباني وحفظت أكثر ما كتب نزار قباني يعني نزار قباني محبوب جماهير ملايين سيد أنس يعني ما هي الرسالة التي يوصلها أنس من خلال شعره؟ هذه الرسالة أقول لهم تصبح محسوسة إذا رأينا ردود الأفعال على هذه الرسالة وهي الكلمة التي يحاربها الطغاة في الشرق والغرب فلو لم يكن لها أثر في النفوس وأثر على الأرض وأثر في الميدان لما حربت بهذا الشكل الطغاة يريدون أن يكمموا الأفواه المستبدون يريدون أن يحبسوا أصواتنا في حناجرنا إذن فلي الكلمة رسالة قوية جداً جداً ذكرت حضرتك قبل قليل أنه حافظت بعض قصائد نزار قباني مع أنه مسار شعرك يختلف قليلاً عن مساره هل لديك بعض القصائد عن الحب مثلاً بنكهة نزار قباني؟ يعني جميل أنك قلت يختلف قليلاً فلا أختلف بالمطلق عن نزار قباني ولا أعتقد أننا من مدرستين إذا صح التعبير نزار قباني له شعره السياسي وشعره الوطني الذي حفظناه فمثلاً صحيح أنه هو الذي كتب الغزل ويعني أغرق في كتابته للغزل وهذا ما يعرف عنه نعم حتى وصل إلى التجسيم وإلى ما هناك قد لا أتفق ولكن هو ذاته الذي كتب في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بنا معادي عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي وهو نفسه الذي كتب فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة هذه القصيدة الرائعة كم مبحر وهموم البر تسكنه وهارب من قضاء الحب ما هرب في هذه القصيدة يقول يا شام أينهما عين معاوية وأين من زحموا بالمنكب الشهبة فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلب وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره وفتاد أنس أين الحب في شعره كتبت عن الحب وخاصة الحب في الحرب جميل جدا في زمان الحرب نعم أسمعنا قد أقرأ أكيد أكيد للحب في الحرب أكيد يعني إحنا وستاذ المشاهدين بينما تقدر تفتح الكتاب إحنا بانتظار تقرأنا القليل من أبياتك الشعرية وكيف أيضا بيحمي أنا سدغيم نفسه من الوقوة بالتكرار وأيضا التقليد يعني شفنا كتير شعراء عم يتغنوا بالوطن عم يتغنوا بالعروبة كيف عم تحمي نفسك نبدأ بالقصيدة نبدأ بالقصيدة للحب في الحرب طعم الحرب للحب كلاهما ليظل الله في قلبي لا بعد قبلك يا بعدي ولم أرني حتى رأيتك في بعدي وفي قربي ما كان يوسف في الجب الذي حفروا ما كان أوجع مني اليوم في جب أباع بالثمن البخس الذي طلبوا لكي أعود بلا ذنب ولا ذئبي لو أن كل قميص قد من دبر ما كان للطهر هذا الطهر يا ربي عصرتهن عجافاً قالها وبكى وقال يا يوسف الصديق يا حبي من ألف سنبلة لم أدخر لغد إلا قميصك مقدوداً من القلب وكلما فصلت عيراً وكلما فصلت عيراً من ذنبي من ذنبي فمنذ قطعن أيديهن من عجب قطعت آخر ما في النفس من عجبي قالت له وبكت راوته فأباه هذا ليعلم حفظ العهد في الغيبي السجن يا رب أحلى ما أكابده ما دام قلبي طليقاً خالصة الصديق مع جمال الحب أكيد من لسانك سيد أنس كنا عم نحكي منه شوي أنه بعض الشعراء يوقعوا اليوم بالتكرار والنمطية وحتى التقليل كيف يحمي أنس غير نفسهم من هذا الموضوع الحقيقة يعني هذا يتبع لنظام القلوب مقدار التفاعل مع الفكرة فكرة القصيدة فربما كان الجواهر يتفاعل مع ألم ألم به لا كما يتفاعل عمر أبو ريش وهكذا هم الشعراء ولكي أنجو من التقليد وأنا كثير قراءة لغيري من الشعراء فعندما أقرأ لأحدهم أحاول أن أقرأ كل أشعاري لذلك يعني أخذ إجازة عادة بعد قراءة عمر أبو ريشة مثلا أو الجواهري حتى يعني لا أستحضر كلماته لا أستحضر تراكيبه بهذا يعني بعض الشيء أحمل قصيدة من التكرار نتحدث قليلا عن معرض الكتاب الأخير في اسطنبول وتوقيعك لكتاب المجالس حدثنا عن الكتاب بداية وحفل التوقية وكيف رأيت تجاوب الجمهور مع هذا الكتاب كتاب المجالس طبعا صدر في أول أيام المعرض هذا الكتاب يعني يتميز بلفتة قد لا تكون في غيره هو عبارة عن مجالس عن 12 مجلسا مثلا الحب مجلس الحب ومجلس الحرية مجلس الصلاة مجلس القرآن مجلس الإيمان ليل أبيض إلى أن تأتي على 12 مجلسا جعلت لكل مجلس ضيوفة فمثلا مجلس الحب ضيوفه ابن قيم الجوزية وأبن الفارض وجلال الدين الرومي أبرز من كتبوا على الحب نعم وبهاء الدين الرواس ومحمد أقبال يمي هؤلاء جعلتهم يجلسون إلى بعضهم البعض افتراضية نعم مجلس هو وأنا أخذت أقرأ على أساس أنني أقرأ من كتاب لشيخ يوجه كلامه لمريده وهذا الكلام هو لي طبعا ولكن لم أشاء أن أضع اسمي يعني كواحد يعني يجلس معهم فلست أهلا يعني لأن أكون بين هذه القامات فتجاهلت اسمي في أكثر المجالس ويقاطعني أحدهم ليقول ما عنده ثم يستدرك أحدهم ليقول ما عنده وهكذا الأقوال التي في الكتاب هذا هي من كتبهم حرفيا من كتبها نعم بدون تصرف هذه فكرة الكتاب يعني مثلا كيف ينظر محمد أقبال إلى الصلاة وكيف ينظر بديع الزمان النورسي إلى الصلاة كيف نظر أبو حامد الغزالي إلى الصلاة هذه النظرات وضعتها في هذه الكتب في هذا الكتاب ولكن على القارئ أن يعلم أنني عندما أضع القول بين هلالين فهو من كلام هذا العالم أو الشيخ أو الأستاذ بالضبط ولكنني أنا قلت في الكتاب أنني لم أشغل القارئة بالفهارس عن النفائس إذا طلبنا منك أن تختار مجلس من هذه المجالس ماذا تختار وتفرأ لنا؟ ماذا تختار وتفرأ لنا؟ إلى أي مجلس توجهت؟ الحرية الحرية أحب المجالس إلى قلبك على ما يبدو تقريباً عندك ست كتب سيد أن أسماء نعم ست كتب تم إصدارها بإسمك وآخر الكتب هي المجالس المجالس نعم مجلس الحرية أفتتحه بعبارة إن الصراع بين العبودية والحرية صراع قديم في تاريخ الإنسانية وفي سبيلها تدفع الشعوب طائعة راضية أكرم شهدائها وأنفس أموالها يعني هذا تعقيم على كلماتنا التي افتتحنا بها جميل أما ضيوف المجلس فهم محمد أقبال ومصطفى السباعي والشاعر محمد عاكف أرصوي التركي وعلي عزة بيغوفيتش وسيد قطب ومصطفى محمود لكن يعني بنهاية بعد ما شفنا المجالس وحكينا شوي عن كتبك كيف وجدت معرض الكتب الكتاب العربي الذي أقيم بإسطنبول بعد انقطاع سنتين بسبب جأحة كورونا كيف كان الإقبال الفعاليات؟ طبعاً كان إقبالاً جيداً يعني جيداً وأكثر خاصة كما قلت هناك سنتان تقريباً لم يقم فيه معرض كتاب لذلك كان هناك إقبال خاصة في أيام العطلة في تركيا كما تعرفون السبت والأحد السبت والأحد كان أقبال كثيرة نعم افتتح المعرض وانتهى أيضاً بسبت وأحد فكان الإقبال كثيفاً الحقيقة أنا بالنسبة لي عاصرت معرض كتب كثيرة من دمشق ثم عمان لم أجد هذا التفاوت الحقيقة يعني يقولون لك أن هناك الكتاب الإلكتروني وأثرت وسائل التواصل أنا لم أجد هذا الفرق بالعكس هناك إقبال كبير هناك دور نشر حتى المساحة التي أخذتها في المعرض هي مساحة متميزة لم أجد أنها أخذته في معرض من قبل ذلك حتى في معرض دمشق الذي هو يعني في دارنا كسوريين ولكن كان جيداً كانت هناك إصدارات وعناوير رائعة حتى الإعلام كان حاضر بقوة هذه السلام بقوة جداً وخاصة التلفزيون السورية هذا التلفزيون كل نهاية للسوريين يعني رأيته قد أخذ ركناً في المعرض وهذا شيء جميل ما رفد هذا المعرض أيضاً كثرة التواقيع يعني المفكرين المفكرون أو العلماء أو الأساتذة الذين أصدروا إصدارات فجاءوا وزامنوا أو واكبوا هذا المعرض بتوقيعهم لكتبهم وهذا أيضاً يعطي زخماً للمعرض أيضاً أضف إلى ذلك المحاضرات التي أقيمت والندوات والأمسيات نعم ختاماً أستاذ أنس ماذا تسمعنا من شعرك عن الثورة السورية ولدت ولم تكن أمي بغية كوجهك أنت يولد سرمدي يعني كم معي من الوقت معك أد ما بدك ما شاء الله جميل في كذا بتحب تتفرج على الكاميرا هاي حتى يكون الأداء أفضل ولدت ولم تكن أمي بغية كوجهك أنت وكان وجهي شطر أخرى بقايا مكة لبثت سنية وكنت دمشقا تنزف يا سميناً لتدفع عنك سيفاً مزدكياً تواعدنا على فجر طليق فكان الفجر يا أبتي عصياً ونفرش كل راجمة ركاماً لتلبس أنت ثوباً عبقرياً وكنت لأنك المحمول فينا ونسكن فيك من فان الأبيا وهم قتلوك لما صرت كوناً ولما صار وجهك يوسفيا وهم ذئب القطيع وألف جب وسبعة العجاف تعاد غيا وهم من قد من دبر قميصاً ولكن كان سجنك تدمريا ومذ أنصار حاكمهم إلها وصار النفط سلطاناً وليا خرجت على نصوص الملك بغياً وأحلى الموت حين تموت بغياً وهم بعثوا وما بعثوا كراماً فكان البعث موتاً أبجدياً فما غلبت بأدنى الأرض روم كما غلبوا بأعلاها عرياً أنا المشنوق أعلاً وأسفله سيحتضرون خزياً فإن يكدون هذا الشعر موتاً فحي على جلال الموت حياً وكم قزم التولانا صغيراً فصار اليوم جباراً شقياً فما رزق الشجاعة في صباه وأوتي حكم والده صبياً يصلي باسم أهل البيت صبحاً فلم أر حاكماً حراً كريماً ولم أر فيهم بشراً سوياً لقد ولدوا حراماً من حرام وما ولدوا كريماً أو أبياً سألعن أمة قد بايعتهم وأم أنجبت كلباً بغياً بلادي يا صلاة الماء قومي ومريك الدعاء على يدي وقومي يا بلادي من عظامي ولحمي واعبري مني إلي وضميني إلى خديك نخلاً لينطر أهله رطباً جنيا فأنت اللامساس وكف موسى فأنت اللامساس وكف موسى تواجه كل شام سامرية فتحيا أمة تدعى عراقاً وتسقط أمة قتلت عليها جميل جداً يعني فعلاً كلام يلامس القلب والمشاعر في نفس دائماً بشعرك يعني من الرموز الدينية بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أجمل طلب طبعاً لهذا اليوم أسمعكم ثنائيات ما أخطأ الشعر هذا ذنب أشواقي فأترع الكاس صفحاً أيها الساقي أنت الغمام وقلبي نصف زنبقة فهات ماءك حتى ينبت الباقي أنت الربيع وهذا الكوثر الجاري من هدي وحي كلام وحي أشعاري براعم الوجد في عودي على أمل فحل لي يا نسيم الفجر أزراري لقد أقمت على باب الندى زمناً وكنت أعلم أن الباب لا يكسر فأذن لعبدك إن البعد يقتله على مسافة شعر منك أو أكثر رأيت قبتك الخضراء فانفجرت عين من الشوق لم أعرف لها وصفا قاوجن انت بمن تهوى فقلت لهم جعلت روحي لنعل المصطفى وقفا أشر إلي بأني قد قبلت وقد سوتت أكثر مما سودوا صحفا حسبي إذا كلماتي قد ذهبنا السداء أني أحبك يا خير الوراء وكفا يعطيك ألف عافي يعني نحن الموجودين بالاستوديو حتى اللي معنا على السماعات والمخرج والبرديوستر كلها تم مبسوطين بشعرك وبأذاءك وأكيد تشكرك كثير على وجودك معنا اليوم الشعر أنس لدغين شكرا لك شكرا لك شاهدنا فاصل وشوط إضافي بعد